حاليتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف برينتر الكانون ام اف ميتين خمسة وسبعين دي دابلو عشان نقدر نطبع من الموبايل باستخدام الراوتر الواي فاي. طبعا اول حاجة قبل ما نشغل البرينتر لازم نتأكد انك شلت جميع اللواثك اللي بموجودة بالبرينتر لازم تشغلها قبل ما تشغل البرينتر. وديك تفتح من هنا كده. تمام? هتلاقي الورقة دي قدامك. هيا. شلها عادي جدا. هيا كده. ونقفل الباب ده. ونقفل الباب ده. ونبدأ نشغل البرينتر من زرورة التشغيل ده. اهو كده. اسمع معي السود ده. السود ده هيظهر مرتين. فا اول مرة هتشغل فيها البرينتر او كل مرة هتغير فيها الحبارة. اهي. السود ده معا عادي جدا ده سود المكانيكا. بعد كده بيجيلك القايمة اللي قدامك دي. هنا بيقول لك اختار اللغة المناسبة لك. طبعا انت عندك اللغة الانجليزية وعندك جميع اللغات. فانا هتدور على اللغة العربية. بالسهم ده كده. اهي. اللغة العربية. هختارها كده. هختار yes. هنختار البلد بتاعتك. ولو ما لقيتهاش ممكن تختار اي حاجة. اهي. مصر عندي. هنختار التوقيت العالم المتفك عليه. هنزبط طريق اليوم. تمام? والوقت بتاعنا. تمام? ثم هنختار لا. ثم هنختار لا. ثم هنختار اغلاق. هنا بيقول لك ما تتفيش البرينتر دي الا بعد اربع عشرين ساعة. يعني هتسبها شغالة كده لمدة اربع عشرين ساعة عشان تحفز التاريخ والوقت. لانك لو ترفيتها قبل اربع عشرين ساعة كل مرة حديقة تشغالها هتطلب منك التاريخ والوقت. فاول حاجة عايزين نربط الطابعة دي بالراوتر الواي فاي عشان نيقدر نطبع من الموبايل. الموضوع بسيط جدا. هنختار القائمة او المينيو. هنختار التبديلات. هنختار الشبكة. هنختار اعدادات اللاني اللي سلكية. هنختار نعم. جاري تكوين الاعداد. او جاري البحث. هنا بقى بتبدأ تختار شبكة الراوتر الواي فاي بتاحتك. انا هختار على سبيل المثال الشبكة بتاعتي. وهنا بيطلب منك ادخال كلمة المرور الراوتر الواي فاي. مع العلم ان الظرر النجمة ده بيحول الحروف الكبيرة لزغيرها لرموز لارقام. ثم ازاي نعرف ان انا بكتب الحروف كبيرة ولا صغيرة ولا ارقام? شايفين لايه دية كده معانها انه بتكتب الحروف كبيرة. ضغط نقطة كمان هي تحولت لديه صغيرة. يبقى كده انت بتكتب الحروف صغيرة. ضغطة كمان باعدة ارقام. ضغطة كمان رجعت لايه كبيرة. مع العلم ان الظررر على حرف السيده اختصر لكلمة كليار. ده بيمسح اي حاجة انت كتبتها يعني لو في حرف كتبته او رقم كتبت غلط ضغطة واحدة بيمسح الحرف ده زي على سبيل المسال كده حكتب هاو حرف الامت والقلم او الجي مسلا وعايز امسح الجي ده عشان كتبت غلط ضغطة واحدة مسح الرقم او الحرف اللي انت كتبت غلط فنا دلوقتي حكتب كلمة المرور بالطريقة الصحيحة وبعد ما كتبت كلمة المرور بتاعتنا هنختار تطبيق ثم نختار نعم وننتظر لحد ما يقول لك تم الاتصال او بيقول لك تم الاتصال تمام كده في خطوة مهمة جدا لازم نعملها لازم نقفل رقم بحيث ان هم ميتحولش معنا كل مرة حنتطفي فيها الراوتر اول دور ممكن يقطع معنا فالراوتر ينتفي فرقم الاي بي يضغيط فعايزين نحل الحتة دي او النقطة دي هنختار الزرار اللي هو اللي عليه رسمة المنزل اللي هو بتاع القائمة روسية ونختار القائمة نختار التفديلات نختار الشبكة نختار اعدادات تسي بي اي بي نختار اي بي في فور نختار اعادات عنون اي بي ونختار الكساب تلقائي تشغيل نختار حد البروتوكول نخليها ايقاف ونخلي الاي بي ده كمان هو ايقاف بعد كده بنختار تطبيق حيني يجينا ونختار زرار القائمة ده لازم كل مرة قبل ما تطبع تتأكد ان التردد ده ظاهر على شاشة البرينتر سمام طول ما التردد ده ظاهر على شاشة البرينتر بالطريقة دي يبقى تطبع من اي جاز لاسلكيا طب افرم الظاهر معي يبقى عندك مشكلة في الراوتر الوي فاي او كل مرة هتطفي فيها البرينتر وتشغيلها بتنتظر ما يقارب الخم وصورة اللي تأتيتين ثانية لحد ما البرينتر تشبك بالراوتر وطبعا كل ما البرينتر بعيدة عنك كل ما هتلاقي ربط الراوتر بالطبع دقيف شوية فحاول تقرب بالبرينتر من الراوتر وده الوقت هنروح لجهاز موبايل ونتطبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بي اول الخطوة هنبتبحها هنروح على الابي ستور او اللي موجود في مبيلة ونيجي عن البحث هنا ونكتب كلمة كانون بالطريقة دي كده ثم نختار كانون برينت تمام او انت ممكن تكتب كانون برينت هتلاقي الاخترال بتاعنا مكتوب عليه كانون برينت بيزنس وعليه علامة زر اوه تمام نختاره كده ونختار تثبيت ثم ننتظر لحد ما البرنامج يتسبت معنا وبعد ما البرنامج ثبت معنا هنختار فتحه كده بالطريقة دي ثم نختار السماح نختار طبعا هيقابلك كزا خطوة روتينية تانين حاجة عادية هنعمل صح هنا كده لو ظهرت لوق دي ونختار ثم هيظهر لك البرنامج بالشكل ده هنضغط على اي مكان في الشاشة عادي جدا عشان يختفي الحتة ديت هتلاقي فوق عالشمال كده علامة برينتر وعليها زائد فوق خالص عالشمال ضغطة واحدة عليها ثم نختار اوه البرينتر ظهر قدامنا هنختارها عادي جدا كده ثم نختار وكده وبكده ثبتنا تعريف الطابعة في البرينتر تبقى فرد دلوقتي انا اختارت اوتو سيرش وما لقيتش البرينتر بتاع ففي الحالة دي لازم بتكتب رقم اي بي البرينتر في الموبايل لاني وارد جدا تحصل لك المشكلة دي طب ازاي نطلع رقم الاي بي في البرينتر ونكتبه في الموبايل الموضوع بسيط جدا هدي جينا نختار القائمة تمام هنختار التبديلات هنختار الشبكة هتختار اعادات التسيب اي بي هتختار اي بي في فور هتختار اعادات عنان اي بي هتختار اكتساب يدوي اهو هو ده رقم الاي بي اللي انت مفروض تكتبه في الموبايل طب فين نكتبه في الموبايل تعال نشوفه مع بعض هتيجي هنا ونختار نفس الاختار اللي فوق على الشمال اللي هو البرينتر وعليها علم الزيت كده بالطريقة دي ثم بدل ما نختار سيرش هنختار ونبلغ تكتب رقم الاي بي اللي ظهرلك على شاشة البرينتر. اهو بالطريقة دي. مع العلم ان رقم الاي بي ده مختلط من البرينتر لبرينتر تانية. يعني ما تشوفش الاي بي في الفيديو ده بتقوم تكتبه في الموبايل. لا لازم تكتب رقم الاي بي اللي عشا شاه prestigious. بعد كده بنختار اهي البرينتر زاهرت معينا خلاص بنختارها كده ونختار اهي كده كده اتعرفت طب دلوقتي ازاي نتبقى الموضوع بسيط جدا هنقفل البرنامج بتاع الكانون عادي جدا كده وتختار الملف لانت عايز اتبعوك ببعوث لك على واتساب ببعوث لك على اي حاجة او موجود عندك. انا على سبيل المثال اختار مرحبا من بيك ده اهو بالطريقة دي. وخطوات الطباقة واحدة. هنختار مشاركة او شير. نختار ارسال نسخة. ازا ظهرت لك يعني. بتبدأ بتبحث على برنامج كانون اللي احنا نزلناه اهوات اهو ده. تمام? ثم بتختار اهو بالطريقة دي كده. او زي ما نشاهدين طبعنا الخمس اوراق اللي موجودين في اه البي دي اف عادي جدا بكل سهولة زي ما انت شايفين كده. طب دلوقتي دي فيها خاصية الطباقة على الوجهين طلقائيا. عاوز اتعلم ازاي استخدم الخاصية دي. الموضوع بسيط جدا. حتيجي اننا عند نفس القائمة دي بالزبط. لكن لو ضغطت على فانت هتطبع الاوراق وورقة وورقة منفردة. فعايز اعدلها انها تطبع على الوجهين. هنختار الاختيار اللي فوق كلمة ده. اللي مكتوب عليه ايه فور? وان كوبيس برينت رينج اول. ضغط واحدة عليه. طبعا قدامك اعدلات كتير قوي. عايز اعرف كل اعداد ده مهمته ايه. اول حاجة مكتوب عليه اوت بوت مزود ده ما تعبش فيه. سيبه زي ما هو كده. ثاني اختيار معنا مكتوب اوت بوت سايز. لو ضغطنا عليه كده هيزهر لك احجام ورق. وده خاص بحجم الورق اللي انت بتطبعه. عندك ايه فور بي فايف ايه فايف ايه سيكس. انت طبعا بتزبط حجم الورق اللي انت عايزه. انا على سبيل المسال هاختار ايه فور. ثم بركب نجرى الخطر ورق. ثلاثة اختيار مكتوب عليه وان كوبيس. وده عدد النسخة. معكم النسخة لحد تسعة وتسعين نسخة. مسلا الورق اللي انت عايزه ده عايز من نسختين تلاتة اربعة تختارها كده تمام? وتختار مسلا نسختين تلاتة اللي انت عايزه. انا على سبيل المسال هاختار نسخة واحدة بس. رابع اختيار والاختيار هذا الالتأكد مهم جدا مكتوب عليه print change all حدثة واحدة عليه هي اختيارين لو انت ستبع جميع الأوراق اللي موجودة في الملاح لكن لو اخترت التاني اختيار هي اختيار لك فيرست والاس هنا يقول لك انت عايز تتبع من الورقة الكام للمرأة الكام انا على سبيل المثال مثلا اختار من الورقة التانية كده للورقة مثلا الرابعة كم ورقة دولار فهو كده هيتبع مثلا من التانية التالتة للربعة لكن لو انت عايز تتبع ملاحك كله بالكامل فبختار all خامسة الختيار مكتوب عليه Paper Force و يسيبها زي ما هي للعبش فيها لانه ما فا CHANGE سادسة الختيار مكتوب عليه SelectColor لو اختارت كده يظهر لك با وكالر واتو با اند با اند با اند اوليه ما معناه Black & Wild يعني انت هتطبع بالقبل الوصول طبعا البرنطر دي مفياش الوان تاني الختيار مكتوب عليه Color اللي هي الالوان فطبعا البرنطر دي قبل الوصول فطبعا البرنطر دي كاملتو تسيبها اتو زي ما هي ما خلالبش في أي شيء خالص سبع اختيار ده الي احنا جاني عشانه وهو نخترتك هذا اول اختيار ده هذا المثابر مبيض مفترضة اهنا دلوقتي اختار ثاني اختار وستعرف بعد كده انا ليه اخترته الاختيار التامن ده هنعرف برده مهمته بعدين تاسع الاختيار ده standard سيبقى زي ما هي لو اخترت high quality هيبقى فيه بطء في التباعة وهتلابت السلاك حبرة اكتر فهتسبق standard هي كده كده الجودة كويس زبطنا كل حاجة زي ما تعلمنا خلاص بنختار print طبعا كل order هتلاقي في لمبة هنا نوارك اللمبة دي معناه ان ااخد امر من الموبايل طبعا متنساش تفتح دي كده عشان ورق ميقاش في الارض طبعا كده احنا بنتعلم ازاي نطبع على الوجهين الموضوع سهل كده اهي الورقة الداتية على الوجهين وطبعا دي مفيهاش ضهر فتبعت ضهرها قبيل كده تمام كده اتعلمنا ازاي نطبع على الوجهين اوتوماتيك طب دلوقتي البرنتر فيها خاصية حلوقوي انها تقدر تقسم الورقتين على ورقة كده وتفتحها كأنها ملزمة كأنها كتاب في منها على الوجهين اوتوماتيك كده عشان تقدر توفر في الورق وفي منها ورقة ورقة مفرد يعني ورقتين كده والظهر ابيض فيه كده وفيه كده طب ازاي عملنا دي وازاي عملنا دي تعال نشوفه مع بعض بتختار نفس الملف اللي انت عايزة تطبعه عادي جدا وتختار اللي هو الاختيار بتاعت الاعليتات بتاعتنا تمام زي ما تعلمنا ونجي عند اول حاجة عاديين يطبعها بس مشوا على الوجهين تمام هنختار تامن اختيار اللي مكتوب عليه وعليها اوف كده هنفعلها بالطريقة دي كده وكده اسمنا الورقة الى نصفين تمام يعني اي ورقة اي اي فور هتاسم على نصفين تمام بنرجع خطة الورقة ثم بنختار اهو بشوف معايا كده لورقة اسم ازاي اهو طبعا من الظهرة دي لسة ما تعلمناش ازاي نعملها تمام اوت اصمتنا الورقة على نصفين وتقدر تقفلها كده وكأنها ملزمة عادي جدا تمام الموضوع سهلي كده ازاي بقى نعملها على الوجهين هنختار نفس الاعداد بالزبط هنتأكد ان احنا مفاعلين ويبقى عليها تمام ونيجي عند طو سايدة اللي هي على الوجه سيشوف والدار وطبعا لو انت اخترت فالورقة ده هيبقى معكوس يعني هتلاقي الورقة ده مقلوب هنعرفوا شكله ازاي لو اختارنا فالحالة دي بنختار يعني دي بنختارها في حالة ان الورقة ده اي فور كامل تمام يعني الورقة دي بالكامل اي فور لكن الشورت ايج في حالة انها منتبع ما لازم حددنا على طو سايدة شورت ايج نرجع خاطر الورقة تمام واحدة ونختار ايه ورقة ده ايه ده الوش بتاعنا واحد اتنين والدهر ايه شايفين عاملين ازاي دي الشورت ايج طب اللي احنا اختارناها هتابعا عاملها ازاي تعال ووريكم مع بعض ايه نخش النفس الالات بالزبط ونخليها لونج ايج ايه اتعال نشوف هيحصل ايه اه بص كده اهي الورقة قدامنا تيجي تقلبها كده ايه ده دي معكوسة هتطلب تعمل كده تيجي تقلبها تاني ايه ده معكوسة اهي دي فالافضل احنا نخليها عشان تقدر تقلبها كده تلاقيها مظبوطة اهي زي ما دي كده ايه دي الشورت ايج ايه مظبوطة كده فهمنا ازاي نطبع على الوجين اوتوماتيك وازاي نطبع ورقة بالطريقة دي وازاي نطبع الورق منفرق دلوقتي جي معادينا ازاي نستخدم المسح الضوئي من الهاتف الموضوع بسيط جدا عندك هنا مصدرين لسحب الاسكان عندك اللي هو الازاز البرنتر وعندك جهاز ال اي دي اف او ده هو جهاز الفيدر تمام ده مصدرين سحب الورق ده خاص بالاوراق فقط بتحط الورق هنا اوراق فقط تمام يعني ما تحطش كتاب بسبور اي حاجة غير وراقية مش هتنسحب معاك تمام وتحت هنا بتحط اي حاجة غير وراقية كتاب بسبور وبطاقة هواء او اوراق بس لو عندك مجموعة اوراق افضل تحطها فوق يعني عندك اكتر من خمس ستة اوراق او اكتر من ورقة عامة الافضل تحطها فوق عشان تنجز في وقتك وتبقى سريع معاك اما حاجة فيها كتاب فيها بسبور هتقعد تقليبها كل شوية في الافضل هنا او او اصنا ما كانها هنا ازاي نستخدم برنامج الاسكانر من الموبايل تعال نشوفه معاك اول حاجة بتروح على برنامج كانر عادي جدا هتلاقي في اختيار اسمه اسكان ضغطة واحدة عليه وطبعا انت اول مرة تستخدم الاسكان من الموبايل فهيظهر لك الخطوات ديت هتظهر لك لأول مرة بس هنختار اوكي هتقول لك عايز تحفظ الملف ده فين هنختار استخدام هذا مجلد عادي جدا السماح هيفتح لك اعادات الاسكان زي اعادات الطبوع برضو بس دي مختلفة شوية فانت لو ضغطت اسكان دلوقتي فانت هتامل اسكان بدون ما نظبط اي حاجة او بدون ما نفهم اي حاجة او من تحت يعني او من الفيدر عادي جدا لكن لو انت عايز تعمل اسكان من الفيدر فانت هتخطأ تاني اختيار我跟你 선생 لكن لو انت قتل ہے انت اب Cheng البرنتر فهنا اختار بتاعي اختيار بلاتنجلس. تمام كده فهمنا? فالافضل سيبها على اوتو. دي افضل لان جهاز فيدر فيه سنسور. بيقدر يعرف انت هتسحب من الفيدر ده. ولو شدت ورقة من جهاز السنسور فهي كده البرنتر هتبعى عارفة انها هتسحب من البرنتر. تاني اختيار معنا مكتوب عليه. سيلك بكالور. عند الكالور وعند الجريس كيل. هنا بيقول لك الورق ده انت عايز تعمله سكام بالكالور اللي هو ابي دي سوى والوان. ولا عايز تعمله بالجريس كيل اللي هو حاجة زي الابي دي سوى بس اسمها تدريجرامودي. يعني هيطلع زي اسود كده. بس هو تدريجرامودي. فعايز تسيبها على الابي دي سوى الوان فهتسيبها القلرة. لا انا عايز اخليها الالوان دي تبقى شبيه للابي دي سوى فهتختار جريس كيل تاني اختياره. تأتي اختيار المكتوب عليه. لو اختارتوا كده. ده خاص بدكة المسح تدريجرامودي. عندك اقل حاجة مية وخمسين في مية وخمسين واعلى حاجة تلتمية في تلتمية. لو انت عندك حاجة عالية الجوضة فسيبها تلتمية في تلتمية. لكن لو عندك مساعدات حاجة عادية جدا في اختار مية وخمسين في اعلى مية وخمسين. مع العلم ان مية وخمسين في مية وخمسين هتحس ان الاسكنر سريع معك شوية. بعكس التلتمية في تلتمية طبعا الدقة بتاعلى فهتليه بطيق معك فسيبها مية وخمسين او مية وخمسين مساء رابع اختيار مكتوب عليه لو اخترناه كده هيقول لك حجم الاسكان اللي انت عايز تعمله يعني حجم الورقة اللي انت حزيتها في الاسكان دلوقتي انت بتسيبها لأيه فور بقى افضل حاجة خامس اختيار معنا وده يعتبر اهم اختيار فايل فورميل لو ضغطت عليه هيظهر لك اختيارين ادي اف و جي بي جي ادي اف ده طبعا صيغة المسنهدات اللي هو صيغة البي اف اللي احنا عارفينه وصيغة البي دي اف بتقدر تحفظ فيه اكتر من ورقة في ملف بي دي اف واحد بعكس البي جي لو عملت مجموعة خمس او ستة اوراق في الاسكان بتاعها واختلت البي جي فهتحفظ كل ورقة منفردة لوحدها طبعا احنا هنجرب مرة كده و هنجرب مرة بتيجي انا مثلا تمام عايز تحط بقى الورقة من فوق هنا ولا الورقة من تحت تمام انا هنجرب مرة هنا ومرة هنا لما تيجي تعمل سكان الورقة مزبوطة قدامك دي عايز لعملها سكان حتيجي تحطها كده ما ينفعش لأ لازم تقلب الوش ده الكلام ده يبقى لتحت والضهر القابلة دي بقى علينا واندي جينا عندي السهم الاحمر ده وتقفل عليه الزاوية كده بتزنق عليه كده يعني مينفعش ان نحطها كده تمام ولا نحطها كده بداية اي اضافة اوراق لازم تبقى كده اهي بيتطلق دي كده تمام ثم بنقفل باب المسح الضوي قلصنا كل حاجة احنا عايزين نعملها وبعد كده بنختار سكان هتلاحز ان في لمبة صفرة نورت عندك وفيه صوت اسكان بدأ يتحرك بالبرنتا الورقة اللي ظهرت لنا اولا انا حطيتها على اززة البرنتا تمام خلصتها خلاص بنختار ضم زي ما انتم شايفين كده بتبدأ تتحفز جوة الموبايل طب دلوقتي حبيت نفس الورقة دي اعمل اسكان بس من خلال جهاز اللي فوق اهو تمام طبعا احنا تحت حطينا الورقة كده فوق بقى هنحط الورقة كده تمام هنحط الورقة والشهر الاعلى عصدي يعني ونيجي هنا نقفل تمام اسمع ما يستود ده كده او ده الحساس او السنسور اللي بقول لك عليه اللي الورقة بتحس بيه ابن هو هيسحب من جهاز الفيضار فعشان كده قلت لك سيب الاختيار على اهو او ما تسمع السود ده يبا هو كده هيسحب من فوق بنجي هنا نقفل الورقة كده واحدة واحدة تمام عشان متلوحش معنا وبعد كده نروح للبرنامج والمرة دي بدل ما نختار تمام هنختار جي بي اي جي اللي هي صورة ثم هنختار كده او صحب الورقة اهو بعد ما عملنا سكان الصورة ظهرت لنا في الموبايل كده اتعلمنا ازاي نعمل سكان من جهاز الفيدر وكمان اتعلمنا ازاي نعمل سكان من ان شاء الله انتظرون الفيديو اللي جاي ازاي نسبة تعرف الطابعة على الكمبيوتر او اللابتوب مرة باستخدام الكاب اليو سي بي ومرة باستخدام الرغوط را داي فاي وكمان هنتعلم ازاي نعمل سكان من الكمبيوتر اتمنى ان حالة النهاردة نيت اعجبكم اتمنى الموضوع كنا نعجبكم منتظر اي سفسار ليكم بخصوص طبعات كان معايكم احمد الساد من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته